هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي واليوم رح نحكي عن المتعى الزاتية عند الرجل كيفية تسمح له انه يأخر القذف وكمان رح نتعلم عن نقطة المليون دولار بصقافاتنا غالبا ما يتم تجاهل اهمية التعرف على الزيت وممارسة امتاع الزيت بطريقة صحية وواعية الكثير مننا ما نشقوا بطريقة انه يفهموا ان الجنس والطاقة الجنسية هنه اجزاء طبيعية واساسية من الصحة العامة اليوم رح نحكي بهالحلقة عن كيف الواحد فيه يمتع نفسه كرميل يتعلم وكرميل ينمى جنسيا وكرميل يحسن الأداء الجنسية تبعوله تنحكي اولا عن المتعى الزيتية والتنمية الشخصية اسهل طريقة كرميل الواحد يفهم نفسه وكرميل الواحد يحسن نفسه جنسيا هو طبعا انه يستكشف نفسه ويستكشف المتعى الزيتية لسوء الحظ نحنا منخاف من المتعى الزيتية ومنعتبر انه شيء مضر ومنعرف انه بالعكس هذا شيء مهم لفهم الجنس ولتنمية الطاقة الجنسية وكمان انه هيدا شيء اساسي لصحتنا الشاملة فاول خطوة كرميل تقدروا تنموا احساسكن الجنسي واسهل طريقة لتنمية هيدا الواعي هو من خلال امتع الزيت فبركي بتتذكروا اول مرة وانتوا صغار بس لمستوا حالكن قدام اهلكون كيف تطلعوا فيكن وحكوكن بركي عيتوا عليكن وقلولكن انه بقضوا بجسمكن وانه تشيلوا ايديكن من حوالة شابكن والمنطقة اللي تنسوا لي من منطقة الحود بركي هيدا شيء ما منعكن انه تمارسوا بعدين امتع الزيت لوحدكن بقضتكن او بالحمام انما من المحتمل انه تكونوا حسيتوا ببعض الزنب والاحراج بشأن ممارسة امتع الزيت ولازم تعرفوا انه انتو مش وحدكن كتار من الاطفال حسوا بالزنب وبالخجل بالنسبة لممارسة امتع الزيت واكترية الاهل ما بيفسروا وما بيفتحوا هيدا المجال للحكي عن الاعضاء التنسولية واللمسة الزيتة والاكتشاف الزيتة وبعده فيه ازدواجية بالمجتمع تجاه الجنس وتجاه الجنس اللي ما بيوصل للانجاب مثل ممارسة امتع الزيت وهذا الشي عادة منشوفه بحركة النوفاب اما الحركة اللي بتمنع الممارسة امتع الزيت واللي بتحط نوع من التحدي على الشباب انه يقطعوا الشهر منهم ممارسة امتع الزيت لانه بيقولوا انه هيدا شي احسن لحياتهم الجنسية بالحقيقة اللعب بالزيت ام الامتع الزيتة هو فينا بدل ما نسميه امتع الزيتة فينا نسميه تنمية زيتية ام تمنية فردية لانه هالممارسة بتمرن الاعضاء التنسولية وبتسمح تطوير الصيدرة على القذف وتعلم كيفية تدوير الطاقة الجنسية لتجديد الجسم وتعتبر ممارسة امتع الزيت طريقة اساسية لتطوير التحكم بالقذف وتعلم كيفية توزيع الطاقة الجنسية بكل الجسم لتنشيط الجسم فاللعب هو افضل طريقة للتعلم عم بحكي عن اللعب عامة كيف اذا كان الواحد عم يلعب مع نفسه هي وسيلة ممتازة لتقوية العضاء التنسولية والعضالات كاع الحود ولتقوية الطاقة الجنسية كثير من الاشخاص بيخافوا انه اذا انا مارست امتع الزيت رح امارسها اكتر من اللازم رح يصير فيه ادمان بالحقيقة الادمان على الامتاع الزيتة ام الممارسة الزيتية منه ادمان شائع اصلا ممنعتي اسم ادمان من سمي التصرفات الجنسية الكهرية بكون متعلق بغير اسباب ما بيكون متعلق بين المتعة الزيتية بحد زيته انما بيكون متعلق بينه من الخوف اما التوتر اما الملل اما الدجر اما المشاكل النفسية الاخرى فبالعكس عادة الواحد بس يمارس امتع الزيت بيكون عنده نوع من السيطرة ورح يتعلم كمان انه يسيطر على القذف ويسيطر على حاجاته بطريقة انه يمارس باعتدال وقفا لاستطلاعات كنزي اللي هو اول واحد لدرس التصرفات الجنسية وحتى الاستطلاعات الاحدث جميع الفتين تقريبا ومعظم الرجال بيمارسوا امتاع الزيت وانه حظر هيدا الممارسة اللي هي جزء طبيعي من الحياة الجنسية للاطفال رح يحول هالاطفال الى لصوص جنسيين يعني رح يصيروا يسرقوا متعتونه بس الواحد يحس حالو عم بيعمل شي ممنوع وعم بيسرق المتعة بحسب الزنب بحسب الخجل وهنا فيه يصير عنده تصرفات جنسية كهرية وكمان هذا الشي بيأثر على القصف السريع لانه اذا الواحد بده يسريع سريع يمارس امتاع الزيت كمان ما حدا يلقته ساعتها عم بيتمرن انه يكسف بسرعة بدل ما يكون عم بيتمرن انه ياخد وقته وانه يطول مدة امتاع الزيت ويتول المدة قبل القصف ويما انه جميع الاطفال تقريبا بيمارسوا امتاع الزيت لازم نقدر انه نعلمون انه يعملوا هالشي ببطء كربال عن جد يتمكنوا بس يصيروا اكبر انه يتحكموا بالقصف هلا اكيد طفل عمره خمسة ستة سنين ما رح نقله انت عم تمارس شي اسمه امتاع الزيت ولازم تميسه ببطء بهالعمر اصلا الطفل ما بيفهم بالجسم هو عم بيستكشف جسمه وانا فينا نقله هذا استكشف زيته لجسمك بس هذا الشي ما لازم تعمله قدامنا بتعمله لوحدك بيقوتك هذا شي شخصي وفردي بس عند المراهق لازم نعطيه بعض التوعيل الجنسية كربال يعرف انه يمارس انقمتاع الزيته ببطء كربال يتحكم بالقصف وبالحقيقة بيستمر العديد من الرجال والنساء كمان اللي بيكونوا متزوجين او مرتبطين بعلاقة انه بالحقيقة بيكمل عديد من الرجال والنساء كمان المتزوجين او المرتبطين بعلاقة بامتاع الزيتهم وبلحظات فردية من المتعة بتشير الدراسات انه حوالي 70% من الرجال والنساء المتزوجين بيكونوا عم بيمارسوا المتعة الزيتية مش بس عم بيمارسوا الجنس مع الشريك لانه متعة الزيت اصلا ما بتحل محل ممارسة الجنس مع الشريك بس انه عندما هي بركة مكمل للممارسات الجنسية وبتسمح للشخص انه يستمتعوا بوقت زيته وهذا شي طبيعي مثل ما بعض القوات رح نيكون لوحدنا رح يكون عندنا بعض الهويات لوحدنا من دون انه هيدا شي اثر على علاقتنا وفي دراسة ابتد انه الاشخاص اللي بيمارسوا امتاع الزيت بانتزام عادة بيستمتعوا بالممارسة الجنسية مع الشريك اكتر من الاشخاص اللي ما بيمارسوا الامتاع الزيته فعادة ممارسة امتاع الزيت بتخفف التوتر المتراكم بالجسم وهذا شي بيسمح لنوع من التحرر الجنسي لانه في بعض الاشخاص رح يكون فيه نوع من الحاجة الجنسية منها مرتبطة بالممارسة الجنسية مع شريك وكمان ما بدنا ننسى ان الممارسة مع الشريك بعض الاوقات فيها تكون متعبة فيها تكون مش وقتها مش قادرين نعطيها مجهود انما قادرين نعطي وقت لنفسنا هلأ في كتير دراسة تفرجت انه اذا الواحد عارف يمارس امتاع الزيت بواعي رح يكون موجود مع الشخص الثاني اكتر وما رح يحس حاله تعبين ام شتت بس يكون عم بيمارس مع الشريك يعني الممارسة الزيتية بتفيد الممارسة مع الشريك وهنا منجر منعيد نحنا عم نحكي عن ممارسة باعتدال مش ممارسة كهرية لامتاع الزيت وللأسف ما منعلم حدا كيف يمارس امتاع الزيت فبينمو كلهو الاشخاص والفتين هن عم بيمارسوا المتعة الزيتية بركة بطريقة منة صحية بطريقة فيها تسبب حتى مشاكل جنسية فاليوم رح نعطي النصائح اللي بتسمح لممارسة امتاع الزيت بطريقة صحية وبطريقة بتسمح لكم انه تأول انتصاب وانه كمان تأخروا القذف فأول شغلة اللي يجب تعملوا هو انه تحطوا براسكن انه انتوا بتكون تستمتعوا بتجربة ممتعة اذا انتوا عادة تستخدموا مواد اباحية للإسارة نحن عم نفاضل انه تتجانبوا هالشي بس اذا هذا الشي بساعدكم فيكن بلشو فيه بالأول بس بس تحسوا انه صار في إسارة طفوا المواد الإباحية وتحولوا تركيزكم الى حسيس جسمكم لانه مظبوط انه المواد الإباحية فيها تزيد الإسارة الجنسية انما فيها تشتت انتباهكم عن نفسكم وما بتعودوا بتقدروا تركزوا على أحسيسكم بس تتقربوا من نقطة العودة او من نقطة وين رح يصير فيه قذف وتحسوا بالنشوة الجنسية فهونا هذا شي كتير مهم كثير من الأشخاص بيتعلموا المتعة الزيتية وهنا عم بيستعملوا المواد الإباحية ما رح نفوت بدباجة صناعة المحتوى الجنسي انما مهم انه نعرف انه نحنا بس نكون عم نمارس امتاع الزيت بنا نكون مركزين على جسمنا اكيد فينا من وقت لوقت انه نحضر أفلام إباحية نحنا انه بغير حلقات انه الأفلام الإباحية مننا مضرة بس الواحد بده يعرف انه يستعملها باعتدال وانه يكون يمركز على نفسه كمان بس يكون عم يستعملها فالمهم انه بس الواحد يكون عم يمارس امتاع الزيت يكون قادر يركز على نفسه ويكون قادر انه يتجه تركيزه نحو الداخل تقدروا تختبروا متعتكن الخاصة فيكن فبس تمارسوا امتاع الزيت كتير مهم كمان انه تحفزوا العضو الزكري بيأكملوا لانه في كتير أشخاص بيركزوا بس على رأس العضو الزكري اللي هو الجزء اللي أكتر شي حساس إنما إذا نحن بس ما نركز على رأس العضو الزكري عم نسبب إيصارة زيدة بهيد المنطقة وهذا الشي بيسرع القذف فالواحد بده يقدير انه يحفز الأجزاء المختلفة من العضو الزكري كمال تزيد اللزة والمتعة مدوم ما نزيد مستوى إيصارة ميكانيك واللي هي رح تسريع مدة القذف فبس تكون انت عم بتمارس امتاع الزيت بدك تتجنب الإفراط بتحفيز جزء واحد من جسمك وتفرق العضو الزكري بالكامل مش بس الراس بس كمان الجزء هذا شي كتير كتير مهم نقطة أخرى كتير مهمة إثناء ممارسة امتاع الزيت هو لمس الخسيتان فإذا ما كان لمس كيس الصفن جزء من روتينتك انت المعتادة إثناء امتاع الزيت لازم تحاولوا هيدا التجربة فيكون بلشوا باللمس الخفيف لأن الخسيتان كتير حساسة وعادة الرجال بيستمتعوا بكمان سحب شد كيس الصفن فرق هيدا المنطقة وفرق الخسيتان فيه يزيد من إنتاج هرمون التسوسيران وفيه كمان يزيد من إنتاج عدد الحيوانات المنوية وكتير مهم كمالا ننشط هيدا المنطقة ونجيب تدفق دم على هيدا المنطقة فبس تكون عم تمارس امتاع الزيت بدك تكون إنت عم تقدير تداعب هيدا المنطقة وتسحب كيس الصفن وتدلك هيدا المنطقة لأنه كمان هيدا الشي بيساعد على تخير الكذف وبيزيد المتعة نصيحة أخرى هي استكشاف نقطة المليون دولار فأثناء ممارسة امتاع الزيت بدك تكون تستكشفوا العجان ونقطة المليون دولار اللي هي النقطة اللي موجودة أمام فتحة الشرج مباشرة يعني بين كيس الصفن وفتحة الشرج بس تكتشفوا هيدا المنطقة وتضغطوا عليها وكمان تدلكوا بس تكونوا إنتوا عم بتمارسوا امتاع الزيت هيدا الشي في زيد المتعة في زيد المتعة تبولتكن بس كمان إذا بتضغطوا عليها بس تكونوا إنتوا على وشك الكذف فهيدا في يمنع إنه يصير في كذف وهيدا الشي في يسمح لكم إنه تأخروا الكذف فإنتوا أول شغلة بتكون تعملوا هو إنه تستكشفوا هيدا المنطقة لأنه بس تضغطوا على هالبقاء هيدا الشي بضخ أكتر دام بالعضو الزكري فبيسمح لإلكون إنه تحسوا بنبض ممتع بهيدا المنطقة بيزيد المتعة وبيزيد كمان الانتصاب كما إنه الضغط الإيقاعي القوي على هيدا المنطقة في حاكة تقلصات البرستاتا فرح تحسوا بمتعة أقوى إثناء الكذف وإثناء شعور النشوة هلا أهم شي إنه الواحد يحفز نقطة المليون دولار من بعد ما يكون صار فيه انتصاب ومن بعد ما يكون صار فيه إيثارة عالية فهذا الشي بيسمح أنه تنتقل الإيثارة من الأمام إلى الخلف إذا أنت ما حسيته أنه الإحساس مريح إذا حسيته مش مرتحين بتوقفوا بتوقفوا من تحفيز نفسكم وبركة أنتوا ما حميتوا هيدا المنطقة وما عودتوا هيدا المنطقة أنها تكون مكان للتحفيز الجنسي ساعتها بترجعوا بتركزوا على العضو الزكري وعلى كيس الصفان إن هالمنطقة بدنا نتأقلم عليها ونتعلم شوي شوي أنه نلمسها وأنه ندلكها واني بنا نذكر أنه كتير مهم أنه تيختوا وقتكم خدوا الوقت لإنتوا بتحتاجوا لإلو كرمال تستمتعوا وعنجا تتعلموا كيف تطولوا المدة قبل القذف فإذا الشخص قدر يمدد نفسه يوصل لمدة 15 دقيقة أو 20 دقيقة إثناء المتاع الزيت رح يقدر شوي شوي إثناء الممارسة الجنسية مع شريك أنه كمان يمدد هذا الوقت فكتير كتير مهم أنه تيختوا وقتكم تتعلموا على جسمكم مثل ما الشخص بيتعلم أنه يطول مدة التمارين الجسدية والبدنية نفس الشي فكلما الواحد بيتمرن لوحده بياخد وقته كلما رح يقدر يمدد الوقت مع شخص تاني فالشخص اللي بيكون متعود أنه يقصوا في بداية تانا تلاتة أكيد بس رح يمارس الجنس مش بس رح يقصف بداية تانا تلاتة بس بركة يقصف بوقت حتى أسرع فكلما الواحد بيتمرن وبياخد وقته لنفسه مع نفسه كلما بيقدر يمدد الوقت مع الشخص التاني وحتى بعض الأشخاص بيصيروا يتعلموا يوصلوا لنشوة متعددة يعني نشوات متتالية واحدة ورد تانية وآخر شغلة لازم أنت تعمله هو أنك تكون عم بتمتع نفسك بطريقة ميكانيكية وتحولها لعبء من نوع من التمرين لا الممارسة الزيتية هي ممارسة متعة يعني بدك تكون أنت عم بتمتع نفسك إذا أنت عم بتباليش تحس بالملال عم بتحس حالك عم بتمارس بطريقة ميكانيكية ما عم بتحس بشي بدك تفهم طب شو عم بيصير معي ليش أنا مشتت بشو عم بحس بشو عم بفكر تتفهم حالك وتتشوف أصلا ليش كنت عم تمارس إمتع الزيت بده يكون الهدف أنك تحرك الطاقة الجنسية وأنك تمتع نفسك فالواحد بيحسس جسمه بس يكون عم بيدلل نفسه يعني بس يفكر أم بس يكون عم بيعتبر أنه هذا الشي مهم لشخصي لرجوليتي متعتم مهمة لإلي ومش عم بعملها كواجب كتمرين ممل فإسا أنت بتك هيك تهيي الأجواء بتاخدو دوش مي صخان وتحطو حتى بتدوش تابعو لكون بعد الزيوت المهدئة أنه دالكو كمان جسمكن بلشو بمساج لا تدليك لجسمكن خففو الأضواء تحطو مساء شمعة تتركزو تحطو موسيقى مريحة وحتى فيكن تقعدوا قدام المريحة وتتطلعوا على جسمكن وتشوفوا شو اللي شهواني بجسمكن لمسوا جسمكن حسوا بجسمكن بإيديكن بزراعيكن بإجريكن بفخاتكن بتكون تكونوا كلكن موجودين باللحظة لمسوا صدركن حتى حلمات الصدر استمتعوا بنفسكن ركزوا كمان على مثلا تدليك الفخاض البطن الظهر ما بدنا نركز بس على الآضاء التنسولية وما بدأت تكون أول شغلة عم تعملوها هو مداعبة الآضاء التنسولية بدكن تتعلم وتمسوا إمتاع الزيت بغير طريقة فممارسة إمتاع الزيت هي ممارسة حب يعني أنتو عم بتدعبوا حالكن عم تبعثوا حب لنفسكن عم تبعثوا تقدير لنفسكن مثل بس رح تمارسوا جنس مع شخص رح تكونوا عم تنقلوا طاقة مشاعر حسيس وهذا شيء كتير كتير مهم كل ما منعطي هالشعور كل ما منهتم بطريقة إيجابية مع الشخص ساعتها منزيد الرغبة الجنسية ومنزيد الطاقة الجنسية بالجسم ومنزيد الإيجابية الجنسية إذا أنتو كنتو بتحسوا بالكراهية تجاه نفسكن وعم بتفكروا بحالكن بطريقة سلبية أنتو عم تمارسوا إمتاع الزيت فكتير الخبرة رح تكون سيئة والطاقة الجنسية تابوركم رح تكون ضعيفة ورح تحسوا ببركة ألم بشعور بالعار وبالزنب وما رح تستمتعوا بهذا الممارسة وفي بعض الأشخاص حتى بيقصفوا بدون انتصاب هنا بتلكون تفكروا أنا عم نمي حالي عم مارس بطريقة إيجابية بطريقة محبة لطيفة هذا الشيء بيسمح لكم أنه تستمتعوا باللحظة وأنه عن جاد تقدروا تطولوا المدة وتأخروا القذف وإلا رح تحسوا بالغضب ورح تحسوا حالكم مش مرتاحين مع نفسكم ما تنسوا تربطوا أعضاءكم التناسلية بقلبكم يعني نحنا وعم نمتع نفسنا بس مش بس عم نمتع العضو الزكري بنا نكون عم نمتع كل المنطقة وعم نلمس الصدر وعم نحس بقلبنا بنفس الوقت مما عم نحس بأعضاءنا التناسلية وعم نبعث الحب صوب الأعضاء التناسلية هذا شيء كتير مهم فإذا أنت حسيت بالغضب أم بالإحباط أم بالتشتت بس تكون عم بتبلش بممارسة الامتاع الزيت أم حتى ممارسة الجنس مع شريك حط إيدك اليمين على فقدك وإيدك اليسرى على قلبك وربوط الطاقة الجنسية بالحب وإذا كنت بعض الأوقات عم تحس بالغضب أو بالكرهية أو بغير مشاعر سلبية فبدك أنت تقدر تحول هؤل المشاعر قبل ما تقدر تنمي طاقتك الجنسية ما فينا ننمي الطاقة الجنسية من السلبية فهنا في تقنيات مثل الابتسامة الداخلية الحكة الإجابة وكمان أكيد استشارة نفسية فيها تساعدكم حب الزيت كتير بيختلف عن الأنينية والنرجسية هو أكتر إحساس بممارسة فردية والواحد يكون عم بيستمتع بها اللحظة وحب الزيت بيسمح لكم أنه تحبوا الغير وأنه تقدروا تعطوا للغير فهلا بنا نجرب تمرين رح يساعدكم على توسيع تركيزكم الحسة وتوسيع نطاق المتعة الجنسية تا يشمو الجسمكم كلو بلشو بي متل ما قلنا دوش مي سخن تضبط الأدوية تحط رويح بتنسف تبلش تدلك كل جسم كون وبعدين بلش تلين أم تضيعب أم تدلك العضو الزكري هون إذا بتستعملوا زيت مظلق بيكون أحسن الزيت أحسن من اللوشن في كتير أشخاص بيستعملوا كريم أم اللوشن الكريم أم اللوشن بينشف بسرعة فبنها نستعمل أم مظلق مائي أم مظلق معمول من زيت هلما أنه المظلق المعمول من الزيت ما فيها نستعمله بعدين مع الشريك لأنه هو لاستعمال خارجي مش لاستعمال داخلي فبلش نمي المتعة ببلش تدلك وتحفز العضو الزكري وكيس الصفان والعجين ونقطة المليون دولار وجرب لاحظ مستويات الإثارة اللي عم بتزيد شوي شوي حسب الوخز بجزع العضو الزكري لاحظ مراحل الانتصاب لاحظ ارتفاع نبضات قلبك وبس تتقرب من لحظة القذف وقف استريح وجرب أنك تلاحظ إذا عم بتقلصوا عضليتك على الحوض وفتحة الشرج وشو بيصير عادة بمرحلة النشوة فبس تقرب من موعد القذف من النشوة توقف واستريح وبركي بهاللحظة تلاحظ أنه عم بيشده وعم بيرخه عضليتك على الحوض وفتحة الشرج كأنك عم تكسوف اللي بيصير عادة مرحلة النشوة بس من دون قذف بس هذا الشيء عادة بياخد شوية وقت تتوصله أنك بدك تعيد والتمرين الأسابيع وبركي أشهر تتقدر تحس بلزة وبنوع من التقلصات بالجسم من دون ما يصير فيه قذف كمان فيه كون تضغطوا على عضلة كاع الحوض اللي هي عادة كمان بتكون حول البروستاتا لأنه بس تضغطوا كأنه عم تعملوا تمرين كيجل عم تضغطوا كمان على البروستاتا اللي هي بتكون عم بتبلش تشد كرمال يصير في قذف واده شيء بيسمح لكون أنه تمنعوا القذف وأنه تأخروا القذف بس تحسوا حالكم ارتحتوا كفية يعني رجعتوا مسيطرين خففتوا الإسارة ترجعوا تبلشوا عن جديد وبتكرروا هدا شيء عدة مرات قبل ما تسمحوا لحالكم أنه تقصفوا وفي بعض التقنيات المحددة للتحكم بالقذف عند الإسارة الجنسية وكلما أنت تمرنت كلما رح تقدر أكتر وأكتر أنه تأخروا القذف وأنه ما بقى تجيوزوا نقطة العودة أولا أنه هدا حكينا من قبل بتكون تكونوا عارفين وتكونوا عن جاد مركزين وعلى وعي لمعدل الإسارة اللي موجود بجسم كرميل تقدروا تتحكموا بهيدا الشيء فبتكون تكونوا أنتوا عم بتوقفوا عم بتضغطوا أم عم بتستريحوا قبل ما تكونوا وصلتوا أم حوالا نقطة العودة هدا التقنية حكينا عنها بغير حلقات اللي هي التقنية التوقف والزهاب أم الستفن جو اللي هي بتسمح لكم أنه تأخروا القذف فأحسن أنه الواحد يتوقف بكير مما يتوقف من بعد ما يكون فاتل أوين فبعد الأوقات رح تكونوا بحاجة أنه توقفوا التحفيز لمدة عشر أو حتى عشرين ثانية حتى عن جد ترتاحوا ما بقى تحسوا بالحاجة للقذف أو بشعور القذف وبعدين رح تقدروا توقفوا لمدة أقصر وما تنسوا بس تكونوا عم تعملوا هذا التمرين بنا نكون عم نتنفس التنفس العميق اللي حكينا عنه بحلقات أخرى كتير مهم كرميل تتحكمه بمعدل الإصارة وتأخروا القذف عند الإصارة الشديدة ففي كتير تقنيات تنفس خاصة التنفس العميق اللي بيسمحوا أنه تقدروا تهدوا الشعور بالقذف وتخففوا من الإصارة اللي بتوصل للقذف والأشخاص بس يتمرنوا أكتر وأكتر على هيدا الشيء بل كي يقدروا يوصلوا لنشوات متعددة من هون قذف ويكسفوا بالآخر هلا فيه أشخاص كمان بيستعملوا التنفس السريع المتكرر كرمالي أخر القذف هذا شيء من تقنيات التنفس النار باليوغا فيه ساعدكم كمان يعني أنتم بتكن تشوفوا شو هو اللي بيساعدكم أكتر شيء بس عادة التنفس العميق ببطء بيساعد على التحكم بالطاقة الجنسية والتنفس السريع والضحل عادة رح يساعد على تشتيت الطاقة فأنتو بتكن شوفوا شو اللي بنسب لكم أكتر شيء وهون بدنا نذكر بعضلات قاع الحوت نحنا بنعرف أنه هول عضلات موجودين حوالة جزع العطو الزكري بس كمان حوالة الفتحة الشرج الإحليل وكمان حوالة البروستاتا ونحنا بنعرف أنه البروستاتا هي رح تقطع السوائل رح تكون موجودة أثناء القذف وهي بس تتقلص رح تكون عم بتطلع القذف لبرة فبس تكونوا عم تعرفوا تشدوا حوالة البروستاتا يعني بس تحسوا بإيسارة وتكونوا عم بتشدوا فوق الشد لأنه عادة بس تحسوا بالإيسارة ورح توصلوا للنشوي بتبلش البروستاتا أنه تنقبد إنما بشكل لا إرادة أكيد بس بس أنتوا تكونوا عم بتشدوا عهادة المنطقة فيها تكون طريقة من جوا يعني عم تعملوا تمرين كيجل هي طريقة كرمال أنه كمان تأخروا القذف أم حتى تكونوا عم تمنعوا القذف تقنية بعد أخرى هي الضغط على القطيب هيدا طريقة كتير بسيطة وعادة تنعمل بوضع أول أصبعين من إحدى اليدين يعني حسب إذا بتستعملوا إيد الشمال أم إيد اليمين على الجانب السفلة تبوت العضو الزكري وبعدين بتحطوا التنب أم الإبهم تعبول لكم على العضو الزكري وبتضغطوا هيدا الشي فيه سمح لكم أنه تأخروا القذف بس تحسوا أنه صرتوا قريبين القذف هنا فيه أشخاص بيمسكوا العضو الزكري كله كأنه مسكين مسكات الدراجة وبيضغطوا على طرف العضو الزكري وعلى الجانب السفلة بالإبهم وهذا شي كمان بيساعدون على تقليل الإثارة هلأ مظبوط أنه هالتقنيات رح تكون فعالة بس تكونوا عم بتميرسوا لوحد كون بس مشكلة ملئمة للممارسة الجنسية مع الشريك فالوحد تقدر يستعد لهيك مواقف بدو يكون كمان قادر يستخدم عقله كرميل يضغط على العضو الزكري مرة على مرة بس تكونوا أنتوا عم تتمرنوا وعم تضغطوا على العضو الزكري بالإيد بدو تكونوا عم بتفكروا براسكن أنه عم تضغطوا على العضو الزكري ومرة على مرة رح تصيروا قادرين تضغطوا على العضو الزكري بعقلكون بس بدون ما تعوزوا تستعملوا إيدكن أكيدا هدا الشيء بيكلوب كتير تمرين والواحد يكون عنده كتير وعي لنفسه بس مرة على مرة الواحد في بيقدر يعمل هيدا الشيء بس عن جد ساعتها الواحد بده يكون كتير عم يشتغل مع نفسه يكون عم يتمرن كتير وهيدا الشيء بيسمح لكم انه تأخروا الكذف بس تكونوا عم يتميرسوا على الشريك ومنرجع ل نقطة المليون دولار هيدا من احدى اقدم التقنيات لتأخير الكذف يتضغط على هيدا النقطة بس تكونوا حاسين انه رح توصلوا للكذف وبتسمح لتأخير الكذف اكيد الواحد بده يكون مركز وفهمين شو عم بيصير معه اثناء الكذف تا يقدر يضغط على هيدا المنطقة اللي إلنا موجودة بين كيسة الصفن وفتحة الشرج فأول خطوة هو انه تعرفوا وين موجودة هيدا النقطة تقدروا ترمسوا تكونوا معاودين انه ادلكوا اثناء بتاع الزيت وبعدين مع الوقت تتمرنوا وتعرفوا كيف تضغطوا عليها وتعرفوا مظبوط وين محلة كرمل تقدروا تأخروا القذف واللي منيح بهذا التقنية انه فيكن تضغطوا ع هيدا المنطقة اثناء الممارسة الجنسية مع حدا تاني من دون ما توقفوا الممارسة الجنسية من دون ما تعوزوا انه تنسحبوا لانه غير تقنيات مثل التوقف والزهاب stop and go او مسكويس تكنيك على الرئاسة العدو زكري بيتطلب منكم انه تنسحبوا كرمل تضغطوا ام كرمل توقفوا هيدا الطريقة فيها تسمح لكم انه تأخروا القذف من دون ما توقفوا الممارسة الجنسية من دون ما تنسحبوا فيه كمان تكنية يحكينا عنا بالأول اسناء متع الزيت وفيها كمان تسمح انه تأخروا القذف هي انه تسحبوا ام تشدوا على كيس الصفان وعلى الخسيتان فبهالطريقة بيمنع للسئل منوي انه يتحرك ويطلع وهذا شيء كمان بيسمح لكم انه تأخروا القذف فبتكن تحطوا تعملوا دائرة حول الجزء الاعلى من كيس الصفان بأول اسبعين يعني الابها مستبابة وهون بتشدوا بقوة وفيكن كمان تسحبوا كيس الصفان هيدا شيء في أخير القذف بفتكن لازم تتسمعوا على هيدا الحلقة كذا مرة تتعرفوا تفهموا كل المراحل وتتشوفوا ايا تقنية بتنسبكن اكتر شيء بس لأنا عبدأ ذكركم انه متاع الزيت ما انه بس شيء بيعطيكن متعة بخفيف متوتر الجنسي بس هو كمان فرصة تتواصلوا مع نفسكن تتعمقوا احساس المتعة وتتنموا الحب للزيت وتتحسنوا الطاقة الجنسية اللي عندكن إياها وتحولوا هيدا الطاقة الجنسية للطف وحنين وبهالطريقة بتفهموا اجزيمكن بتحسنوا اديكن الجنسي وبتقدروا تميرسوا الجنس بطريقة مردية اكتر مع شرائكة يكون بدأ اشكر مستمعينا لليوم بذكركم انه تبعتوا اسئلتكم بخانة التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة